اسم الدرس أبني زوايا أقيستها بالدرجة خمسة عشر سلاثون ستون تسعون مئة وعشرون أستحضر أولاً أنجز المطلوب أبني ألف سين منصف الزاوية ألف باء ألف دال ما نوع الزاوية ألف سين ألف جيم أعلي الإجابة الحل أبني ألف سين منصف الزاوية ألف باء ألف دال الإجابة باستعمال البركار نبني ألف سين منصف الزاوية ألف باء ألف دال فنتحصل على الرسم التالي ما نوع الزاوية ألف سين ألف جيم الإجابة الزاوية ألف سين ألف جيم هي زاوية قائمة زاويتها تساوي تسعون درجة أعلي الإجابة الإجابة ألف سين ينصف الزاوية ألف باء ألف دال التي زاويتها ثمانون درجة وهذا يعني أن ألف سين ألف باء تساوي أربعين درجة وألف سين ألف دال تساوي أيضا أربعين درجة بما أن منصف الزاوية يقسم الزاوية إلى نصفين متقايسين والزاوية ألف سين ألف جيم هي مجموع كل من الزاوية ألف سين ألف دال والزاوية ألف دال ألف جيم يعني ألف سين ألف جيم يساوي ألف سين ألف دال زائد ألف دال ألف جيم وبالتالي ألف سين ألف جيم يساوي أربعين زائد خمسين ألف سين ألف جيم يساوي تسعين درجة أستكشف ثانيا كان السيد صلاح الدين يبيع دهاناً من ثمانية ألوان مستعيناً باللوحة المجاورة وأصبح يبيع دهاناً من إثنتي عشر لونان أساعده على إعداد لوحة جديدة مجسمة للألوان التي يبيعها مستعملاً المصدر والبركار فقط أعرض الطريقة التي أعتمدها على رفاقي في المجموعة الحل أعرض الطريقة التي اعتمدتها لمساعدة السيد صلاح الدين على إعداد لوحة مجسمة لإثنتي عشر لون الإجابة نرسم دائرة مركزها واو ثم نرسم قطعة مستقيم ألف باء بحيث يكون قطراً لهذه الدائرة نبني بالبركار الموسط العمودي جيم دال لألف باء يمر من مركز الدائرة واو نرسم بالبركار أيضاً مثلثاً متقايص الأضلاع ألف واو ها قاعدته ألف واو وبالتالي نتحصل على زاوية واو ها واو ألف تساوي ستين درجة لأن واو ها واو ألف هي زاوية من الزوايا الثلاث للمسلث المتقايص الأضلاع وكل زاوية فيه تساوي ستين درجة وأيضاً على زاوية واو ها واو جيم تساوي ثلاثين درجة لأن واو ها واو ألف زائد واو ها واو جيم تساوي تسعين درجة نبني الآن واو سين منصف للزاوية واو ها واو ألف فنتحصل على زاويتين كل واحدة منها تساوي ثلاثين درجة وبالتالي تحصلنا في ربع هذه الدائرة على ثلاثة زوايا متقايصة كل واحدة منها تساوي ثلاثين درجة وإذا قمنا بنفس العمل في ثلاثة الأرباع الباقية للدائرة سنتحصل على إثنتي عشر زاوية متقايصة مشاياً